اشتركوا في القناة اكثروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنينا ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا هذا اين اين هذا في الدنيا ولهذا يؤثر ان الحسن البصري رحمه الله جاءه رجل كان في مجلس فجاءه رجل يشتكي الفقر يقول لنا فقير ما عندي شيء قال له استغفر الله فجاءه رجل اخر يشكو جفاف بستانه قال له استغفر الله فجاءه شخص ثالث يشكو عدم الانجاب يقول لنا عقيم ما انجب قال استغفر الله وجاءه ثالث ايضا يسأل حاجة قال استغفر الله فاحج لساءه قال كل من يأتيك تقول لها استغفر الله قال لم ازد على كتاب الله وقرأ الاية فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبني ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا هذه ثمار للاستغفار الفقير الذي لا ينجب الذي يشكو من الهموم والالام والاحزان الذي يشكو ضعف قوته وضعف بنيته يستغفر يكثر من قول استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله واتوب اليه يكثر من هذه الكلمة يرددها في حياته فان الاستغفار له بركة وله اثار وثمار على العبد في دنياه وله ايضا ثمار عظيمة له في اخرى يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح طوبى لمن وجد في صحيفته يوم القيامة استغفارا كثيرا طوبى لمن وجد في صحيفته يوم القيامة استغفارا كثيرا فطوبى قيل هي الجنة وقيل طوبى المراد بها الثواب العظيم وقيل شجرة في الجنة يا يسير الراكب في ظلها مئة عام طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا وجاء في حديث اخر عنه صلى الله عليه وسلم انه قال من سره ان يلقى في صحيفته او من اراد ان يلقى في صحيفته ما يسره يوم القيامة فليكثر من الاستغفار او كما قال عليه الصلاة والسلام فاذا العبد يحتاج الى الاستغفار الى ملازمة الاستغفار الى مداومة الاستغفار في حياته كلها وايامه جميعها من اول حياته الى اخره رأينا قبل قليل ان النبي عليه الصلاة والسلام يرشد من دخل الاسلام الى ماذا الى الاستغفار وايضا في الاحاديث التي مرت معنا ولو تتبعنا لو وجدنا في هذا الباب شيئا كثيرا فيه الارشاد الى الاكثار من الاستغفار في المجالس في الصلاة في الحج في العبادات كلها يحتاج العبد الى ان يكثر من الاستغفار الى ماذا الى اخر حياته يستحب لك ايضا ان تختم حياتك كلها بالاستغفار كما كان من نبينا عليه الصلاة والسلام جاء في صحيح البخاري عن ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها تقول مات رسول الله صلى الله عليه وسلم بين سحري ونحري وكان ظهره على صدري قالت رضي الله عنها وسمعته يقول يعني هو في تلك الحال في اللحظات الاخيرة من حياته قالت سمعته صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى هذه من أواخر ما قال عليه الصلاة والسلام اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى تقول عائشة سمعتها من يعني في لحظاته الأخيرة وصدره وظهره على صدرها ومات بين سحرها ونحرها وسمعته يتلفظ بهذه الكلمات في أواخر حياته وفي الدقائق الأخيرة من حياته يقول اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى فكما أنه عليه الصلاة والسلام كان يختم الطاعات والعبادات والمجالس التي كان يجلسها بالاستغفار ويلازم الاستغفار في أيام كلها ختم حياته الشريفة وأيامه المباركة ختمها كلها بماذا؟ بالاستغفار ولهذا قال العلماء يستحب للمسلم ماذا؟ ليستحب للمسلم أن يختم حياته بالاستغفار هنا قد يقول قال أنا ما أدري متى أموت ما أدري متى أموت حتى أختم حياتي بالاستغفار الجواب على ذلك أكثر من الاستغفار أكثر من الاستغفار ولازم الاستغفار في حياتك ومجالسك وفي أوقاتك فإذا لازمت الاستغفار في حياتك ختم لك به كما أنك إذا لازمت كلمة التوحيد في حياتك ختم لك بها وإذا أكثر العبد من شيء ختم له به والتثبيت من الله والتوفيق من الله سبحانه وتعالى ولهذا والعياذ بالله من يدمنون سماع الأغاني بعضهم يسمع وهو يلفظ أنفاسه ويردد بعض الأغاني حتى إن بعض الآباء اشتكى يوما أن ابن صار له حادث وكان في سيارة يستمع إلى الأغاني يقول كنت ألقنه الشهادة ويردد الأغنية التي كان يسمعها في السيارة إلى أمات ما عاش عليه يختم له به كما أن من عاش على التوحيد وعلى الاستغفار يختم له به